أين اختفى كامل؟ في قرية من القرى الجبلية توجد مدرسة يقصدها تلاميذ الدواوير المجاورة وفي منتصف السنة الدراسية اتفق الجميع على مشروع رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن التاريخية تحمس الأساتذة والأستاذات ونشط المتعلمون والمتعلمات وفي الموعد المحدد استعدوا وفي الطريق أنشدوا وما إن وصلوا حتى وجدوا أنفسهم في سحراء قرب شاطئ ذي مياه زرقاء عرفهم القائد على المسكن الذي سيقيمون به وكلفهم بإكمال سقفه جمعوا قطعا خشبية من الجوار وثبتوها بالمطرقة والمسمار ثم أدافوا فوقها بعد جريد النخل رأى القائد ما صنعوا وأثنى عليهم فتشجعوا تطوع بعضهم لطهو الطعام لكنهم لم يجدوا ولاعة لإشعال النار صاح حازم ما رأيكم إذا جربنا احتكاك الأحجار أجاب كامل بافتخار أنا من سيشعل النار في المساء شكرهم القائد على المجهود الذي بدلوه في طهو الطعام ودعاهم إلى تنظيم أمسية فمثلوا مسرحية وغنوا أغنية اتفق القائد مع كامل على لعبة تكون مفاجأة لجميع الأصدقاء في الغد حدث ما لم يتوقعوه بحثوا عن كامل فلم يجدوه كون القائد مجموعات صغرى وشرع الجميع في البحث وهم حيارا إلى أن وجدته إحداها داخل كوخ خشبي كان باب الكوخ مغلقا بقفل كبير ووجدوا رسالة تخبرهم أن مفتاح القفل موجود فوق جريد نخلة قال حازم عن أي جريد نخلة تتحدث الرسالة تناقشوا وأخيرا تذكروا جريد النخل الموجود على السقف لكنهم ما وجدوا سلما فتسلقوا أكتاف بعضهم حتى وصلوا وجدوا المفتاح ثم خلصوا زميلهم بنجاح فرح قائدهم وقال لا يعجز الناس إذا تعاونوا لنستمع للحكاية من جديد أين اختفى كامل؟ في قرية من القرى الجبالية توجد مدرسة يقصدها تلاميذ الدواوير المجاورة وفي منتصف السنة الدراسية اتفق الجميع على مشروع رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن التاريخية تحمس الأساتذة والأستاذات ونشط المتعلمون والمتعلمات وفي الموعد المحدد استعدوا وفي الطريق أنشدوا وما إن وصلوا حتى وجدوا أنفسهم في سحراء قرب شاطئ ذي مياه زرقاء عرفهم القائد على المسكن الذي سيقيمون به وكلفهم بإكمال سقفه جمعوا قطعا خشبية من الجوار وثبتوها بالمطرقة والمسمار ثم أدافوا فوقها بعد جريد النخل رأى القائد ما صنعوا وأثنى عليهم فتشجعوا تطوع بعضهم لطهو الطعام لكنهم لم يجدوا ولاعة لإشعال النار صاح حازم ما رأيكم إذا جربنا احتكاك الأحجار أجاب كامل بافتخار أنا من سيشعل النار في المساء شكرهم القائد على المجهود الذي بدلوه في طهو الطعام ودعاهم إلى تنظيم أمسية فمثلوا مصرحية وغنوا أغنية اتفق القائد مع كامل على لعبة تكون مفاجأة لجميع الأصدقاء في الغد حدث ما لم يتوقعوه بحثوا عن كامل فلم يجدوه كون القائد مجموعات صغرى وشرع الجميع في البحث وهم حيارا إلى أن وجدته إحداها داخل كوخ خشبي كان باب الكوخ مغلقا بقفل كبير ووجدوا رسالة تخبرهم أن مفتاح القفل موجود فوق جريد نخلة قال حازم عن أي جريد نخلة تتحدث الرسالة تناقشوا وأخيرا تذكروا جريد النخل الموجود على السقف لكنهم ما وجدوا سلما فتسلقوا أكتاف بعضهم حتى وصلوا وجدوا المفتاح ثم خلصوا زميلهم بنجاح فرح قائدهم وقال لا يعجز الناس إذا تعاونوا لنستمع للحكاية من جديد أين اختفى كامل في قرية من القرى الجبالية توجد مدرسة يقصدها تلاميذ الدواوير المجاورة وفي منتصف السنة الدراسية اتفق الجميع على مشروع رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن التاريخية تحمس الأساتذة والأستاذات ونشط المتعلمون والمتعلمات وفي الموعد المحدد استعدوا وفي الطريق أنشدوا وما إن وصلوا حتى وجدوا أنفسهم في سحراء قرب شاطئ ذي مياه زرقاء عرفهم القائد على المسكن الذي سيقيمون به وكلفهم بإكمال سقفه جمعوا قطعا خشبية من الجوار وثبتوها بالمطرقة والمسمار ثم أدافوا فوقها بعد جريد النخل رأى القائد ما صنعوا وأثنى عليهم فتشجعوا تطوع بعضهم لطهو الطعام لكنهم لم يجدوا ولاعة لإشعال النار صاح حازم ما رأيكم إذا جربنا احتكاك الأحجار أجاب كامل بافتخار أنا من سيشعل النار في المساء شكرهم القائد على المجهود الذي بدلوه في طهو الطعام ودعاهم إلى تنظيم أمسية فمثلوا مسرحية وغنوا أغنية اتفق القائد مع كامل على لعبة تكون مفاجأة لجميع الأصدقاء في الغد حدث ما لم يتوقعوه بحثوا عن كامل فلم يجدوه كون القائد مجموعات صغرى وشرع الجميع في البحث وهم حيارا إلى أن وجدته إحداها داخل كوخ خشبي كان باب الكوخ مغلقا بقفل كبير ووجدوا رسالة تخبرهم أن مفتاح القفل موجود فوق جريد نخلة قال حازم عن أي جريد نخلة تتحدث الرسالة تناقشوا وأخيرا تذكروا جريد النخل الموجود على السقف لكنهم ما وجدوا سلما فتسلقوا أكتاف بعضهم حتى وصلوا وجدوا المفتاح ثم خلصوا زميلهم بنجاح فرح قائدهم وقال لا يعجز الناس إذا تعاونوا لنستمع للحكاية من جديد أين اختفى كامل في قرية من القرى الجبالية توجد مدرسة يقصدها تلاميذ الدواوير المجاورة وفي منتصف السنة الدراسية اتفق الجميع على مشروع رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن التاريخية تحمس الأساتذة والأستاذات ونشط المتعلمون والمتعلمات وفي الموعد المحدد استعدوا وفي الطريق أنشدوا وما إن وصلوا حتى وجدوا أنفسهم في سحراء قرب شاطئ ذي مياه زرقاء عرفهم القائد على المسكن الذي سيقيمون به وكلفهم بإكمال سقفه جمعوا قطعا خشبية من الجوار وثبتوها بالمطرقة والمسمار ثم أدافوا فوقها بعد جريد النخل رأى القائد ما صنعوا وأثنى عليهم فتشجعوا تطوع بعضهم لطهو الطعام لكنهم لم يجدوا ولاعة لإشعال النار صاح حازم ما رأيكم إذا جربنا احتكاك الأحجار أجاب كامل بافتخار أنا من سيشعل النار في المساء شكرهم القائد على المجهود الذي بدلوه في طهو الطعام ودعاهم إلى تنظيم أمسية فمثلوا مصرحية وغنوا أغنية اتفق القائد مع كامل على لعبة تكون مفاجأة لجميع الأصدقاء في الغد حدث ما لم يتوقعوه بحثوا عن كامل فلم يجدوه كون القائد مجموعات صغرى وشرع الجميع في البحث وهم حيارا إلى أن وجدته إحداها داخل كوخ خشبي كان باب الكوخ مغلقا بقفل كبير ووجدوا رسالة تخبرهم أن مفتاح القفل موجود فوق جريد نخلة قال حازم عن أي جريد نخلة تتحدث الرسالة تناقشوا وأخيرا تذكروا جريد النخل الموجود على السقف لكنهم ما وجدوا سلما فتسلقوا أكتاف بعضهم حتى وصلوا وجدوا المفتاح ثم خلصوا زميلهم بنجاح فرح قائدهم وقال لا يعجز الناس إذا تعاونوا